خليني برضو هنا أرجع وأقول لك يعني عندنا كده حاجة بقت غريبة شوية في فكرة الجديد في الرواية أو الطيار الجديد للأدباء هم يعني يعتبروا أنه محمد بركة اسم من الأسماء في الكتابة في الطيار الجديد أنت شايف نفسك فعلا كده من الشكل الحديث اللي بقى موجود صحيح هو أنت لمستي إشكالية أساسية أنت لما تجي تكتبي أدب هتهتم بأنك تعمل شكل تجريبي مختلف تكسر به الأشكال المتعرفة علىها السابقة طيب هتقع هنا في مشكلة أنه النص تجريبي وجديد بس مش شيق عند القارئ مش معلهش إقبال من القارئ طيب أنا مش عاوز أفقد القارئ وفي نفس الوقت مش عاوز أكتب كتابة شبه اللي كان بكتبها لا أستاذ نجيب محفوظ طبعا هو الهرم بتاعنا بس دايما في الأدب في حاجة اسمها قتل الأب قتل الأب بمعنى مش بالمعنى الحرفي لكلمة بمعنى التجاوز يعني أتجاوز السابقين فهو ده التحدي أستاذة شافكي أن كنت إزاي تكتبي نص شيق وحميم وقريب من الناس وفي نفس الوقت ما يبقاش تقليدي فده اللي بحاول أنا نجحت ولا لا مش عارف طب أنت موافق على هذا المصطلح؟ أن أنا بنتمي لكتابة جديدة أنا بأعتقد أن أنا بكل المعايير يعني لا أنا بنتمي لطيار مختلف أو جديد طيار مختلف هل الكتابة الجديدة ودي آخر حاجة قبل الفصل حضرتك تجاوب علي هل الكتابة الجديدة قبل ما بامسك ألمي وبكتب برمي ودني في الشرع؟ هشوف الناس عايزة إيه؟ في كتير جدا بعملوا كده عشان نكون صراحة حضرتك بتعمل كده؟ لا أنا بحاول يعني أراعي ولكن لا أخضع أراعي أن فيه قارئ أنا بكتب حاجة عاوز الناس تقراني بس ده مش معناه أن أنا أكتب ما يطلبه القراء على غرار ما يطلبه المستمعون يعني أكتب ولكن لا أتجمل بالضبط أكتب ولا أتجمل بالضبط قريبة بالضبط